الدخول إلى النظام عزيزي الطالب، بعد الانتهاء من مشاهدة هذا الفيديو، سوف تتمكن بإذن الله تعالى من الوصول إلى موقع جامعة القسيم على الإنترنت الدخول إلى نظام إدارة التعلم الإلكتروني بلاكبارد الخاص بجامعة القسيم الدخول إلى مقرر رسالتك العلمية عبر نظام البلاكبارد في البداية، قم بالدخول على متصفح الإنترنت الخاص بك ثم ابدأ بكتابة الموقع الإلكتروني لجامعة القسيم q.edu.sa ثم قم بالضغط على مفتاح إدخال من لوحة المفاتيح وانتظر حتى يتم تحميل الموقع على متصفح الإنترنت الخاص بك والآن للدخول إلى نظام التعلم الإلكتروني بلاكبارد الخاص بجامعة القسيم قم بالذهاب إلى أسفل الصفحة ثم اضغط على تبويب الطلاب ومن الاختيارات التي تظهر أسفل هذا التبويب قم بالضغط على رابط التعلم الإلكتروني تظهر لك شاشة الدخول إلى نظام التعلم الإلكتروني بلاكبارد الخاص بجامعة القسيم يمكنك اختيار اللغة المناسبة لتصفح نظام التعلم الإلكتروني بلاكبارد عن طريق اختيار اللغة من الجزء الأعلى من الشاشة ولتكون اللغة العربية والآن للدخول إلى النظام الإلكتروني بلاكبارد عليك كتابة رقمك الجامعي في الجزء الخاص باسم المستخدم حيث أن رقمك الجامعي يعتبر هو اسم المستخدم داخل نظام التعلم الإلكتروني بلاكبارد ثم ابدأ بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للطلاب غير السعوديين في الجزء الخاص بكلمة المرور حيث يعتبر هو كلمة المرور داخل نظام التعلم الإلكتروني بلاكبارد بعد كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور قم بالضغط على زر تسجيل الدخول إلى صفحة الخاصة بك بمجرد الدخول إلى الصفحة الخاصة بك سيظهر اسمك في أعلى الشاشة كما تستطيع أن تستعرض المقررات الخاصة بك بالضغط على رابط المقررات الدراسية لتظهر لك المقررات التي تم إلحاقها بحسابك ويظهر أسفل كل مقرر اسم أستاذ المادة الذي يقوم بتدريس هذا المقرر وعند الرغبة في فتح المقرر قم بالضغط على اسم المقرر ليتم فتح الرابط الخاص بالمقرر لكي تبدأ في التعامل معه شكرا لمتابعتكم